اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير ما نبدأ به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جئتكم اليوم بقصة ذات عبرة ومغزة أتمنى أن تنال أعجابكم وصاحب قصتنا اليوم هو فلاح ميسور يعيش في حقله مع زوجته وأولاده الخنسة وذات موسم نحبس المطر فحزين الفلاح وكان قد بذر الحب فتوجه إلى حقله العطشان ناظرا إلى الغيم وهو ينتظر أن يهطل منها المطر لكن مضت الغيوم غير آبها فزاد حزنه واعتكف في بيته مهموما حزينا طربت منه زوجته مواسية له وقالت صلي على النبي يا رجل هو عليك ما لك تصنع من الحبة قبة فقال لها دعيني يا أم العيال الله يرضى عليك ولا تزيدي همي فقالت له حسنا إلى متى ستبقى جالسا هكذا تسند الحيطان قم أخرج اسعى في مناكبها قال لها أسعى ألا ترين أن الأرض قد تشققت لكثرة العطش والحبة الذي بذرته أكلته العصافير دعيني بالله عليك فأنا لم أعد أحتمل فقالت زوجته لكنك إذا بقيت جالسا فسنموت جوعا لم يبقى لدينا حفنة طحين قم مقصد الكريم فبلاد الله واسعة تنع الرجل بكلام زوجته فحمل زاده وودع أهله ثم مضى كانت هذه الرحلة هي الأولى له لذا كابد مشقاتا وأهوالا فأحيانا يظهر له وحش فيهجم عليه بعصاه الغليظة ويطرحه أرضا وأحيانا يعترضه جبل عال فيسعده وهكذا إلى أن وصل إلى قصر فخم تحيط به الأشجار وتعرش على جدرانه الورود وما أن اقترب الفلاح من باب القصر حتى صاحبه الحارس هيه أنت إلى أين فرد الفلاح أريد أن أجتمع بصاحب القصر فقال الحارس ماذا تريد أن تجتمع بسيدي؟ فسمع صاحب القصر أجالس على الشرف حوارهما وكان تاجرا كبيرا وأغنى أغنياء البلدة فأشار للحارس أن يدخل الرجل فورا مثوله أمامه قال السلام عليك يا سيدي فقال له عليك السلام ماذا تريد؟ فقال أريد أن أعمل فسأله وما هي مهنتك؟ فقال له فلاح أفهم بالزراعة ثم سرد له قصته فقال التاجر حسنا اسمع ما سأقوله أما العمل بالزراعة فهذا ما لا أحتاجه عندي مزارعون لكن إذا رغبت في تكسير الصخور فلا مانع لدي الأرض مليئة بالصخور وأنا أفكر باقتلعها والاستفادة من مكانها فقال له حسنا موافق فقال التاجر إذن اتفقنا على الأمر الأول بقي الأمر الثاني قال الفلاح ما هو؟ فقال التاجر الأجر أنا أدفع للعامل دينارا ذهبيا كل أسبوع فهل يوافقك هذا المبلغ؟ حكى الفلاح رأسه مفكرا وقال عندي اقتراح ما رأيك أنت زنا لهذا المنديل في نهاية الأسبوع وتعطيني وزنه ذهبا وأخرج الفلاح من جيبه منديلا صغيرا مطرزا بخيوط خضراء وفور مشاهدة التاجر للمنديل شرع يضحك حتى كاد ينقلب من فوق كرسيل ثم قال منديل يا لك من رجل أبله وكم سيبلغ وزن هذه الخرقة؟ أكيد أن وزنها لن يتجاوز وزن قرش من الفضة مؤكد أنك أحمق فلع الفلاح ريقه وقال يا سيدي ما دام الربح سيكون في صالحك فلا تمانع أنا موافق حتى لو كان وزنه وزن نصف قرش لمس التاجر جدية في كلام الفلاح فاستوا في جلسته وقال توكلنا على الله هاكي المطرقة وتلك الصخور شمر عن زنديك وابدأ العمل وبعد أسبوع لكل حادث حديث أمسك الفلاح الفأس بزندين فولاذيين مشى باتجاه الصخور بخطى واثقة نظر إليها نظرة المتحد ثم ببسالة الباشق هوى عليها بمطرقته فتفتتت تحت تأثير ضرباته العنيفة متحولة إلى حجارة صغيرة وكلما نز من جبينه عرق الجهد والتعب أخرج من دي له الصغير مسحه عمل الفلاح بجل وتفان حتى أنه في تمام الأسبوع أتى على آخر صخرة صحيح أن العرقة تصبب من جبينه كحبات المطر لكن ذلك لم يمنعه من المثابرة والعمل انقضى أسبوع العمل وحان موعد الحساب قال التاجر عفاك الله أيها الفلاح لقد عملت بإخلاص هاتي منديلك كي أزنه لك ناوله الفلاح المنديل الرطب وضعه في كفة ووضع قرشا فضيا في الكفة الأخرى فرجحت كفة المنديل أمسك التاجر عدة قروش وأضافها فبقيت كفة المنديل راجحة انتعد التاجر وأزاح القروش الفضية وضع دينارا ذهبيا فبقيت النتيجة كما هي فاحتار طلب منديلا غمسه في الماء ووضعه في مكان المنديل الفلاح فرجحت كفة الدينار نظر التاجر إلى الفلاح غاضبا وقال أفما سر منديلك أهو مسحور ظننت أن الميزان خرب لكن وزنه لمنديل الماء صحيح تسمى الفلاح وشرع التاجر يزن المنديل من جديد فوضع دينارين ذهبيين ثلاثة أربعة حتى وصل إلى العشرة دنانير حينها توازنت الكفتان كاد التاجر يجن ماذا حدث أيعقل هذا عشرة دنانير نهض محموما وأمسك بباقة الفلاح وقال سحر لك هذا المنديل وبهدوء شديد أجابه الفلاح أصلح الله سيدي القصة ليست قصة سحر فأنا لا أؤمن به القصة باختصار هي أن الرجل عندما يعمل عملا شريفا يهدف من ورائه إلى اللقمة الطاهرة ينز جبينه عرقا هذا العرق يكون ثقيلا أثقل من الماء بكثير هز التاجر رأسه فابتسم راضيا وقال سلم الله فمك وبارك لك بمالك وجهدك وعرقك أيضا تفضل خذ نانيرك العشرة واقصد أهلك غانما قصد الفلاح أهله مسرورا وأخبرهم بما جرى ففرحوا وهللوا وتبدلت معيشتهم فنعيموا ورفلوا وهذا يكون جزاء من يعمل عملا شريفا ليكسب به الرزق من عرق جبينه حتى وإن كان قرشا واحدا فأن الله سبحانه وتعالى سيبارك له فيه ولا ننسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أرجو أن تكون القصة قد أعجبتكم والعبرة قد وصلتكم شكرا لإصائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا